السلام عليكم اهلا بكم حبيبي بكل المشتركين الجدوس اتمنى من اللي بيشوف قناتي الاول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن البرد عند الحمام و ايه هو علاج البرد و علاج الزكان ان شاء الله حلقة النهاردة هنتكلم عن العلاج القوي والفعال ان شاء الله اللي هيجيب نتيجة كويسة جدا معنا عند الحمام والعلاج ده بنستخدمهم في حالات البرد و الزكان اللي هنستخدمه النهاردة ان شاء الله هو الفيندون الفيندون ده اهو ده بشري فيندون بشري ضد الحساسية والالتهابات ده بنشتريه من السيدرية البشرية فاحنا ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن البرد والذكام و علاجه اللي هو ان شاء الله هنستخدم الفيندون هنستخدم الفيندون ان شاء الله اللي هو علاج قوي وفعال وهيجيب نتيجة كويسة جدا هنتكلم كمان عن عراض البرد والذكام و ازاي نقدر نعلكم في ناس كتير كان اشتكد من موضوع ان الحمام بيتنفس بيطلع معي صوت كده صوت خنفرة او صوت مع النفس صوت مع التنفس في الحالة دي في حالة ان احنا بنسبع صوت خنفرة او صوت كده مع التنفس في الحالة دي ان شاء الله هنبتدي ان احنا نضي فرد الحمام عندي نضي له فيندون او ممكن في الحالة دي كمان ببتدي ان انا اعزل فرد الحمام اللي عندي اللي هو تعبان او عنده خنفرة مع التنفس او مش بيتنفس كويس نستخدم الفينادون للحمام في بققه مرتين يومين واربعة مرة واحدة في اليوم ويفضل يكون مرة اخر اليوم او ممكن بالليجة نستخدم الفينادون في حالة من لاقي صوت خنفرة او صوت مع التنفس عند الحمام سنبدأ في حالات الامراض التنفسية في الحالة دي نستخدم الفينادون فينادون ده قوي وفعال جدا وان شاء الله من اول مرة بيجيب نتيجة يبقى دلوقتي لو احنا لقينا صوت خنفرة هنستخدم الفينادون الاولى من بناعة الفرد الحمام ونبدأ ان احنا ندينه فينادون الفينادون هندينه نص سنتري في بققه لمدة يومين ومرة واحدة في اليوم وتفضل المرة دي تكون اخر نوعا ان شاء الله من اول مرة هنلاقي نتيجة وهنلاقي فرد الحمام اللي عندي تحسنه بقى كويس جدا ايه كمان برضو من دين ان امراض اللي ممكن تصيب الحمام بيكون اعراضه نفس اعراض البرد او الزقام اللي عندي اللي هي بتلاقي برضو صوت خنفرة كده مع التنفس عند الحمام وكمان لو جيت انا مسجتي فرد الحمام كده او اجي افتح بققه هلاقي ان فيه سائل لازج كده جوا بققه توفيف Within זכ برضو في الحالة تي指 اضغط بققه البرد المخwid load ي�를قضى الفرد الحمام لان شاء الله وقت الاعراض غريبة تظهر على الفرد الحمام اللي عندي سوف Então pe fetta de فende حالة دي فما تباكي ان ابدأ باقي الحمام اللي عندي ولست اضغط من الصوت لان اعجب باقي الحمام اللي عند senses وقت طور اعجب وكش اللي عند تباكي بعد من اعجب فرد واحد لانا نعم checks لان اعرجب البرد relevo فى حالة مشاله خ Öyle او اي اي حاجة غريبة بين على الحمام ببتدي دلوقتي ان انا اعزره لوحده وابتدي بقى ان انا اديله العلاج بتاعه انه في حالة ما بلاقي عنده برضو فيه خنفارة مع التنفس او بتنفس بصعوبة وكمان باجي لما باجي افتح بقق فرد الحمام بلاقي عندي فيه سائل لازج كده جوه بققه في الحالة دي ببتدي بقى ارضه ان انا اعزل فرد الحمام لوحده وابتدي اديله مضاد الحيو مضاد الحيو اللي انا هستخدمه في الحالة دي هو الفينوموكس الفينوموكس 500 برضو ده منجيبه من صيدلية البشر اهو الفينوموكس ده مضاد حيو 500 هبتدي بقى ان انا اديه 500 لو ويفضل بقى ان انا اديه 250 بس ما فيش 150 هبتدي ان انا افتح الكابسولة اللي عندي دي وافضه نص الكابسولة على خمس سنتيمية يبقى نص الكابسولة افضيها على خمسة سنتيمية آآ اسفن نص الكابسولة دي على خمسة لتر مية يبقى نص الكابسولة من الفيلموقس على خمسة لتر من المية وهبتدي بقى ان انا ازل كده فاد الحمام لوحده هبتدي اديه خمسة سنتيم procedure الصبح واخر النهار ادي له نصف سنتي من الفينادول بعد الوقت انا عرفت ايه هو علاج الصوت او صوت الخنفرة اللي بيبقى عندي مع الحمام بيظهر له في حال الزوكام البرد او الزوكام فعد الوقت ادي له نصف سنتي ببقه لمدة يومين او ثلاث ايام فالفينادول من اول مرة ان شاء الله هنلاحظ تحسن كبير عندي في صوت الحمام او في صوت الحمام عندي وان شاء الله برده هنبتدي هنستمر على اللاجد تلات مرات يبقى خمسة سنتي بقه الصبح من المضاد الحيوي واخر النهار هندي له الفينادول يبقى نصف كابسولة من الفينادول هفضيها على خمسة لتر مية واخد منهم خمسة سنتي الصبح اديهم لفرد الحمام في بقه واخر النهار او اخر اليوم هبتدي بقى ان انا ادي له الفينادول اللي هو نصف سنتي في بقه برده وان شاء الله بعد ده هنلاقي نتيجة كويسة جدا عندي فرد الحمام والحمر في الحمام بدأ يتحسن وبقى كويس خلص وده كان فيديو النهاردة حبابي لو استفدتوا من فيديو بتاعي ياريت متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا 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 في القناة